اقدم العشرات من المواطنين اول امس على غلق مقر دائرة سفيزيف بولاية سيدي بالعباس احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي تم الاعلان عنه مطالبين سلطة الولاية بضرورة مراجعة قائمة المستفيدين من هذه الحصة السكنية وقد احتج المواطنون الذين اودعوا ملفات طلب السكن على عدم ورود اسمائهم في قائمة المستفيدين من هذه الحصة المقدرة ب247 مسكنا عموميا ايجاريا لابنى احتجاج الولياء ونحن نحن انني ستخل nellاسكاني لهذا الشعب لان يران ما بذلك مازال ادنى اللي هو الارض اسمائي اا او الارض اخويا الارض في الطالب احراء ريفي نعم احراء ريفي كان هناك دائرة في 2011 وقالت دوسية يرشى من بعدنا وشيبانية قالوا نديروا فوضاوي وشف دائرة قالوا نديروا فوضاوي وكاننا نخرج شيبانية ونحن نخرجنا نمشينا ديلها بلاستيك شيبانية عندها سبعة وثمانين عام نمشينا ديلها بلاستيك بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم أيها الأخوة شوف هذا سفيزف تعنا ره مغبون سبعة عشر سكنة في خمسين ألف ساكن دائرة فيها مئتين ألف ساكنة على هذه الولاية قلتنا كما هاك بلوندير بانيز متاعنا قاعم بلعنا هنا البني يجي مكاش الطريق المصفى إبراهيم البني مكاش بديه الجهات أخرى على ما يحلون شهادة بلوندير بانيز بهذا الولي على مزيّرنا على مزيّرنا هذا الولي إذا كان ما ينجموش وما بغاش يحلون يردون ما بقاتلنا بالون ما بقاتلنا والوالو معنا سطاد ما معنا والوالو نحن أقول لك الجزائر بخلتنا والوالو على هذه الهضرة كما هاك سباة عشان سكنة شوشها أمه أمه لها سباة عشان سكنة هذه نورمون مقاعمة ما تتقسم ما يعادروا عليها كما بنته في تلموني 3000 سكنة في سيدي خالد 1500 سكنة أعلاف التزاير يشوفهم في التليفزيون يقسموا بالألف 3000 سكنة في باتنا في كونستانتين في تزاير العاصمة في بوفاريك وسفيزة في سباة عشان سكنة نحن بلاد الثورة هنا نحن بلاد الثورة هنا كانت الثورة أمير عبدالقاء كان يجي عنا هنا أخويا سيد الوالي شوفينا مش الوالي هو اللي را يدير كل شي الانفيرون موطع الولايات هم اللي را هم يعرقلونا السكنة مارب شطونا عمرنا مطاونا ألف سكنة